بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد هذا الفيديو هو إعلان ببداية سلسلة جديدة على قناة على يوتيوب بعنوان تخصصات البرمج فنقسم هذه السلسلة إلى عدة أقسام القسم الأول رح نحكي فيه عن تخصصات الجامعية في القسم الثاني رح نحكي عن مسارات البرمجية وفي القسم الثالث رح نحكي عن أكثر لغات البرمجة شيوعاً في سوق العمل وفي القسم الأخير رح نحكي عن نصائح قيمة في مجالات متنوعة سوف نتعرف على كل قسم بشكل سريع عشان نعرف إش رح نعطي خلال هاي السلسلة أول إشي رح يكون في عنا التخصصات الجامعية في هذا القسم رح نحكي عن كل تخصصات الجامعة المتعلقة للآي تي على سبيل المثال هندسة البرمجيات علم الحاسوب الذكاء الاصطناعي السايب السيكوريتي الشبكات ورح نحكي عن كل التخصصات إن شاء الله بشكل كامل كل تخصص رح يكون له فيديو نحكي فيه الإيجابيات والسلبيات وهل هو مطلوب في سوق العمل أو لا طبعا أكيد رح يكون في عنا معايير على أساسها نحدد كل تخصص هل هو مطلوب في سوق العمل أو لا وأيضا فكرة الإيجابيات والسلبيات ونقاط أخرى رح نحكي عنها إن شاء الله في داخل كل فيديو طبعا أكيد أتمنىكم تساعدوني في التعليقات إيش هي التخصصات اللي حابين نشرحها في البداية حنشرح كل التخصصات بإذن الله حتى التخصصات الجديدة اللي تم استحداثها في الجامعات العربية بشكل جديد ورح تظل هاي السلسلة up to date في كل سنة رح يتم تحديث هاي السلسلة لتكون طريقة باختيار التخصص المناسب إليك القسم الثاني رح نحكي عن مسارات البرمجة بكل بساطة اللي هي الرود ماب بمعنى أنا اليوم قلصت جامعة عم أتخصص في مجال معين على سبيل المثال برمجة تطبيقات الموبايل أو الويب أو الدسكتوب أو الذكاء الاصطناعي ما هي الدورات وما هي اللغات أو الطريقة الصحيحة أني أبدأ في هذا المجال وكيف أكبر شوي شوي ويصير في عندي خبرة متراكمة خلال السنوات وكيف أطور من نفسي بعد كل سنة أنهيها في هذا المجال رح نشرح كل مسار من السفر حتى توصل مرحلة الاحتراف وحتى في المسارات في كل فيديو ما رح بس أحكي أشياء بسيطة يا حتلاقي أنه في هذا القسم الفيديوهات شوي طويلة فالهدف من هذا القسم مش أعطيك روس أقلام أو أعطيك مواضيع متكررة تم شرحها مسبقا على اليوتيوب في الهدف أني أبدأ معك من السفر وكيف توصل للإحتراف إلى السنوات اللي رح تقضيها في هذا المجال القسم الثالث رح نحكي عن أكثر لغات البرمجة شيوعا في سوق العمل وأيضا رح أحكي كمان عن إطارات العمل مش بس لغات البرمجة هاي السلسلة رح تظل أيضا متجددة وبشكل أصح هذا القسم بالذات لأنه في كل سنة يصرفي عندنا لغات أكثر طلبا في سوق العمل وصيفة سوق العمل العربي وإطارات عمل جديدة بتطلع أو إطارات عمل قديمة صائلها شعبية أكثر في سنة معين هتلاقي دائما أنه هذا القسم up to date يتحدث أول بأول على حسب طلبات سوق العمل القسم الأخير هو القسم المهم جدا هي النصائح القيمة في المجالات متنوعة بكل بساطة رح نسلط الضوء على قضية معينة في سوق العمل ونحكي إيجابياتها وسلبياتها وكيف تتجنب هذه المشكلة وما تصير معك وأيضا رح نحكي قصص كثيرة صارت مع طلابي في الشركات وأيضا رح يكون في قناة خاصة في الواتساب أو التليجرام ترسلوني المشاكل اللي صارت معكم في سوق العمل ونناقشها مع بعض في فيديوهات عشان الكل يستفيد هاي السلسلة مش رح تكون إلها فيديوهات معينة أظل مفتوحة دائما وتتجدت بشكل مستمر بإذن الله ومش رح تنتهي دائما أي موضوع اللي كنتم مش موجود أو لسه ما تم الشرحه تبليه في التعليقات والحظيف عندي في الأولوية إن أشرحه إن شاء الله إذا أنت أول مرة تحضرني على يوتيوب فخلينا أحكي لك إنه في كل سلسلات السابقة كنت أنا دائما أمشي بالترتيب فمثلا أخلصي القسم الأول القسم الثاني القسم الثالث وهكذا فكفي هاي السلسلة رح أجرب طريقة جديدة إنه حتلاقيني مثلا نزل لك فيديو متعلق في هندسة البرمجيات في القسم الأول وبعديها بثلاثة أيام تلاقيه منزل لك مثلا نصيحة فكيف ننميز بين إحنا للأقصى كل قسم رح تلاقي له لون معين ككفر بمعنى وتفتح قائمة التشغيل هتلاقي الفيديوهات مثلا تخصصات البرمجة كل الكفارات الفيديو بلون معين بلون موحد القسم الثاني المسارات إلها لون خاص فيها وهكذا لكن ترح تفهم إنه كل قسم إلها لون معين فإنت أكيد هتلاقي إنه فيديوهات مرتبة مجمعة مع بعض مثلا قسم الأول كل فيديوهاته تحت بعض القسم الثاني كل فيديوهاته تحت بعض وهكذا وأيضا دائما سيكون في تفاعل خلال هذه السلسلة بمعنى سيكون في عنا قناة على الواتساب وقناة على التليجرام سيظهر أمامك طبعا هذه السلسلة مدعومة بشكل كامل من أكاديمية المبين ستلاقي رابط الأكاديمية في صندوق الوصف ستشوف الدورات والمنح الموجودة في هذه الأكاديمية أتمنى أن هذه السلسلة تكون مفيدة ساعدك في اختيار تخصصك وكيف كما تبني مجالك في سوق العمل في النهاية لا تنسى تشاركنا الأجر بمشاركة هذه السلسلة مع زملائك ونشوفكم إن شاء الله في أول محاضرة في سلسلتنا الجديدة ويعطيكم العافية إلى اللقاء